ضمن حملة العتبة العباسية المقدسة لحماية المجتمع من وباء كورونا باشرت الملاكات العاملة في قسم الصيانة الهندسية التابع لها بالخطوات الأولى لإنشاء وبناء ردهة لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة المرجان الطبية في محافظة بابل واللي كي تندرج ضمن الأعمال الموكلة إليهم في مختلف محافظات العراق باشرت قواد القسم الصيانة الهندسية بتوجيه من الأمان العاملة عتبة العباسية بإنشاء ردها للمصابين بجائحة كورونا في محافظة بابل يعني من خلال التجربة ومن خلال حاجة الأطباء وحاجة الردها للمصابين طريقة العزل تام للمريض هي الهدف الأساسي بتنفيذ الردهات الموضوع إنه ردها متكونة من السويت بكافة خدماته موضوع صعب التنفيذ باعتبار الوقت هذا بس راح ينطي للمريض وللكادر الطبي خصوصية وأمان أكثر مما هو مفتوح على شكل قاعات يعني بهذا الموقع اللي مساحة المتاحة تقريبا هي مثل ما مسحنا اليوم توفر بها تقريبا 300-3000 متر مربع نقدر ننشع عليها ما يقارب 100 ردها 100 سويت إضافة للخدمات الإدارية اللي هي الدير هذه المنظومة ردهات المصابين هذا الموضوع إجا في وقت مناسب كون إحنا نعاني من نقص بالأسرة ونقص في الخدمات الأخرى اللي اتخص جاء أحد كورونا حقيقة هذا إحنا يعني قدرنا في مدينة مرجان نستقبل أكثر من 250 هذه الميت سرير إمساء الله إذا نضافت طبعا هي بحسب ما إجوا وسقطوا المكان واستنموه اليوم إن شاء الله خلال 3 إلى 4 سابيع تدخل خدمة مستشفى متكامل بتصميم متكامل بردهة إنعاش تنفسي وإنعاش رئوي وكافة الخدمات الإدارية والعزل التام وذات مواصفات عالية جدا إن شاء ما آت غرفة عزل منفردة بالإضافة إلى مرافقها الصحية والخدمية جاء ضمن المخططات التي وضعت وفق الأرض المخصص لها وهي بمساحة 3000 متر مربع ووفق متطلبات دائرة صحة بابل